وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنا يا ابنها وقصدي لها حجة هل يجيب الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدون جزاكم الله خير جزاء أحوان الله إلى الحفظ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وارثة سواك هو مالك ورثق الله إياه ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها وأما إن كانت قد أدت الفريرة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمنا لحوائجها الأصلية التي بيعتها بعد موتها فإن الحج هنا لا يجب عليه ولكن إن حجدت عنها فنرجو أن يكون في ذلك الخيط وثواء حجدت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها لأن المال الذي ورثته منها لمجرد موتها صار داخلا في ملكك فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك فادقا نعم نعم